السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة Math Energy فيديو النهاردة ان شاء الله خاص بطلاب المرحلة المتوسطة وبالتحديد الصف الاول المتوسط هنعمل فيه مراجعة على موضوعات الترمي التاني المراجعة دي يا شباب هي المراجعة النهائية اللي هتجهزك بشكل كبير جدا ان شاء الله للاختبار النهائي نبدأ بالسؤال الاول بيقول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطا يتكون اختبار من 12 سؤال صح وخطأ اذا كانت 25% من الاجابات خطأ فمع عدد الاجابات الصحيحة خلي بالنا هنا يا شباب هو مديلك 25% من الاجابات خطأ وعايز نسبة الاجابات الصحيحة 25% طبعا زي ما كلنا عارفين يعني ربع اذا ربع الاسئلة تحتوي الاجابات الخطأ خلي بالك عدد الاسئلة 12 سؤال يعني احنا هنجيب ربع ال 12 12 تقسيم 4 3 دي كده يا شباب اسئلة تحوي اجابة خطأ طب هو في السؤال عاوز الاسئلة الصح يبقى اذا هنقص التلاتة دول من العدد الكلي للاسئلة يعني 12 ناقص 3 يدي لك عدد الاسئلة الصحيحة 12 ناقص 3 هيسوى 9 وبالتالي كده عندي 9 اسئلة تحتوي اجابات صحيحة السؤال التاني ايه هو الاختيار الانسب لتمثيل تكرار البيانات العددية المنظمة في فئات؟ مجرد يا شباب ما تشوف كلمة في فئات يبقى انت اذا محتاج المدرج التكراري ولو كان السؤال في اعمدة يبقى انت محتاج التمثيل بالاعمدة السؤال اللي بعده بيقولك في الرسم المقابل الفجوة اين طاقة الفجوة؟ طبعا يا شباب الفجوة دي اللي احنا اتفقنا عليها هو احنا بنشرح المنطقة التي تحتوي التي لا تحتوي على علامات اكس وبالتالي لو بصيت كده من العدد ده الى العدد ده هتلاقي في مكان فاضية دي في الرياضيات عندنا اسمها الفجوة يعني من العدد 52 بص كده على خط الاعداد الى العدد 60 وبالتالي الاختيار الصحيح والاختيار رقم ده السؤال رقم 4 بيقولك اوجد قيمة 115% من العدد 20 طبعا يا شباب لازم تكون عارف ان علامة النسبة الماوية يعني تقسيم 100 اذا كل اللي انت هتعملوه هتعمل 115 على 100 ضرب 20 وطبع العشرين مقامها واحد وممكن تختصر طبعا العشرين مع المية فيها الخمسة ليا شباب لان المية فيها خمس عشرينات يبقى نحزف العشرين مع المية فيها الخمسة اصبحت مسألتنا 115 تقسيم 5 بمتالي السهولة طبعا ممكن تعمل عملية قسمة مطولة بسيطة ادي 115 تقسيم 5 11 تقسيم 5 2 لان 2 في 5 10 يا شباب ويتبقى 1 اصبحت 15 تقسيم 5 يسوي 3 اذا الجواب جيب اصبحت رقم 5 بيقولك في العلاقات التردية الموجبة عندما تزداد قيم سين بما انه يا شباب نطأ كلمة علاقة تردية يبقى اكيد الزيادة في قيم سين هيتبحها بالضرورة زيادة في قيم سات اذا يا شباب لو ازدادت قيم سين هتزداد قيم سات لان دي طبعا علاقة تردية اصبحت رقم 6 بيقولك 3 و 7 من 10 متر بيسوي كم سنتيطر يبقى انت هنا محتاج تحول من المتر الى سنتيطر فلو محتاج تحول من المتر لسنتي المتر في ميت سنتي يا شباب يعني هنضرب 3 و 7 من 10 ضرب 100 طبعا المية لها صفرين اذا العلامة العشرية دي هتتحرك مرتين جهة اليمين طب انت عندك منهم رقم واحد يبقى هتزود صفر وبالتالي الاجابة هتكون تلتمية و سبعين الجواب الف صار رقم 7 اذا كانت درجات سعود في بعض المواد هي 6 8 6 5 فان المتوسط الحسابي يسوي كم يطر نفتكر يا شباب مع بعض المتوسط الحسابي ازاي بنتطلعوا كنا بنعمل مجموع القيم على عدد القيم وبالتالي هنجمع القيم دي ونقسمهم على عددهم اجمع معايا كده 6 زائد 8 14 14 زائد 10 24 24 زائد 6 30 30 زائد 5 35 كل ده يا شباب على عدد القيم اللي هم 5 اصبحت مسألتنا 35 تقسيم 5 يساوي 7 السؤال اللي بعده يفيد التمثيل بنقط في التنبؤ بأحداث مستقبلية لأنه يبين العلاقات أو التغيرات عبر الزمن مجرد ما تشوف كلمة عبر الزمن يا شباب في التغيرات بتاعتنا أو في العلاقات يبقى أفضل تمثيل عندك هو التمثيل بالخطوط الصار رقم 9 تكون النسبتان متكافئتان إذا وافق 6 أطباء من 10 على اكتراح و 18 طبيب من كم يطر نخلي بالنا يا شباب وهنا بيقول لك وافق 6 أطباء من 10 يبقى لو وافق 18 طبيب هيقابلهم كام فكل اللي انت ملاحظوا هنا أن الستة أصبحت 18 إزاي باستخدام عمليات الضرب الستة تصبح 18 طبعا لو انضربت في 3 وبالتالي هتروح انت بقى الطالب الجميل تضرب العشرة هي كمان في 3 10 ضرب 3 يساوي 30 إذن الجواب 1000 الصار رقم 10 بيقول لك كارن بين 80% و 8 من 10 هنا يا شباب احنا لسه متفقين حالا إن علامة في المية يعني تقسيم 100 وبالتالي 80% دي يعني 80 على 100 طب لو عايز تحطها كعدد عشري شي للصفر ده معده أصبحت 8 على 10 يعني 8 من 10 إذن 80% دي يا شباب كميتها بـ 8 من 10 والطرف الأيصر أيضا 8 من 10 وبالتالي القيمتان متساويتان الصار رقم 11 بيقول لك من بين 60 كتاب يوجد 45 كتابا علميا ما النسبة المقوية للكتب العلمية طبعا يا شباب انت هنا محتاج النسبة المقوية للكتب العلمية يعني محتاج تعرف 45 دول كم من الستين فكل اللي انت هتعمله هتقول والله يا 45 على 60 ضرب 100 علشان تعرف النسبة المقوية وبالتالي ممكن تختصر الـ 45 مع الـ 60 دول تقسيم 15 مرة واحدة 45 قسمة 15 تلاتة و60 قسمة 15 أربعة نخلي بالنا يا شباب من عمليات الاختصار لو صعب عليك انك تختصر في مرة واحدة تقسيم 15 ممكن تشيل الصفر بتاع الـ 60 ده مع صفر من المية وتكمل اختصاراتك عادي كده اصبحت مسألتنا 3 تربع في مية في المية التلات تربع نسبتها سبتة في الرياضيات يا شباب 75% ياريت في بعض النسب السبتة كده تكون عارفها هتساعدك كتير جدا في المسائل زي مثلا انك تبقى عارف ان 50% دي هي نص و75% هي تلات تربع ومية في المية هي واحد صحيح النسب دي يا شباب بتتكرر كتير جدا في الاختبارات السؤال اللي بعده بيقولك ما العدد الذي 80% منه يساوي 40 لسه متفقين يا شباب على النسبة المئوية دايما هي تقسيم مية خلي بالك بقى في السؤال ده لو لقيت كلمة منه اتفقنا واحنا بنشرح ان احنا هنضرب في مقلوب النسبة يعني العدد اللي بره ده اللي هو 40 هتضربه في مقلوب النسبة اللي هي 80 على 100 اقل بالنسبة دي فهتكون كام 100 على 8 وبالتالي تقدر تعمل عمليات اختصارك الصفر ده مع ده والا 4 معا 8 اتنين اصبحت 100 تقسيم اتنين يعني 50 السؤال اللي بعده بيقولك تقدير 21% من 90 نفتكر مع بعض يا شباب التقدير دايما تحاول تبسط العدد الى عدد او تغيره يعني الى عدد احده صفر وبالتالي هنحزف الواحد وعشرين ده ونخليها 20% فاصبحت مسألتنا 20% من 90 انت كده بتعمل عملية تقدير يعني تقريبا الناتج كم التسعين طبعا يا شباب مقامها واحد وتقدر تشيل الصفر ده مع ده والصفر ده كمان مع ده وتننظر بتسعة يساوي 18 يعني الجواب بقى السؤال اللي بعده بيقولك يعد نقط الوحدة الاساسية للطول في النظام المتري طبعا يا شباب الوحدة الاساسية للطول عندنا في النظام المتري هي المتر السؤال اللي بعده بيقولك 3 و 25 من 100 كيلو جرام يساوي كم جرام طبعا يا شباب كلنا عارفين ان الكيلو جرام الواحد في 1000 جرام يعني كل اللي احنا هنعمله هنضرب المسألة دي في 1000 فيكون 3 و 25 من 100 ضرب 1000 الالف يا شباب لو 3 أصفار يبقى انت محتاج العلامة تتحرك 3 مرات جهة اليمين طبعا انت عندك منهم رقمين يبقى هتزود صفر فيكون الاجابة 3 250 الجواب رقم جهة السؤال اللي بعده المبالغ التي يوفرها محمد بالريال هي الاعداد اللي قدامك دي يكون الوسيط لهذه البيانات هو كام يطرح الوسيط يا شباب فيه شرط مهم جدا جدا هو ترتيب القيم سواء عايز ترتب من الكبير للصغير او من الصغير للكبير المهم ترتب القيم بعد كده الوسيط هو العدد الموجود في منتصف القيم رتب معايا كده أصغر قيمة عندنا هي العدد 17 وبعدين 22 وبعدين 25 وبعدين 35 وبعدين 41 إذن الوسيط يا شباب هو العدد اللي في المنتصف يعني الوسيط هو العدد 25 السؤال اللي بعده بيقول إذا كان سعر دراجة 200 ريال ثم زاد سعرها 19% فكم مقدار الزيادة تقريبا هنا يا شباب عايز قيمة تقريبية للزيادة الزيادة عندنا 19% في رأيك لو حزفنا 19 دي وخليناها 20% لأنه عايز مقدار الزيادة تقريبا مش عايزها بالظبط يا شباب فهنحاول التسعتاشر نخليها 20 يعني 20% من المبلغ الأصلي بتاعها اللي هو 200 ريال المتين مقامها واحد والصفرين دول مع دول اضربها 20 ضرب 2 يصبح 40 ريال ده طبعا يا شباب هو مقدار الزيادة لكن لو كان طالب منك المبلغ بعد الزيادة كنت هتزود 200 زيادة 40 فيصبح المبلغ الجديد لها 240 ريال السؤال اللي بعده بيقول لك قرم بين 5% و 4 من 100 لسه حلين مسألة زيها يا شباب 5% يعني 5 قسمة 100 وبالتالي هنحط الإعلامة العشرية بعد رقمين لأن المية لها صفرين طب أصوصا عندي رقم واحد فوق زياد صفر على الشمال يبقى 5 من 100 والقيمة التانية 4 من 100 فلما نجي نقرن يا شباب واضح جدا إن 5% أكبر من 4% إذن الجواب بعد السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المرسوم العنقود فين يا طرح العنقود يا شباب هي المنطقة التي تحتوي على تجمعات للإكس فلو بصيت كده عندي من العدد 32 إلى العدد ده اللي هو 42 هتلاقي فيه تجمعات هي للإكس وبالتالي الإجابة جي السؤال الأخير في أسئلة الاختياري بيقول لك ما عدد المنتجعات السياحية الممثلة بالمدرج التكراري طبعا الشباب هنا بيسأل عن المنتجعات السياحية بالكامل وبالتالي هنجمع القيم التي تمثلها الأعمدة اللي في الرسم فعندك هنا القيمة دي تقريبا كده 18 والقيمة دي واضح جدا طبعا إنها 20 والقيمة دي تقريبا كده 2 وهنا تقريبا 4 اجمع بقى القيم دي مع بعض 4 زياد 2 6 6 زياد 20 يساوي 26 26 زياد 18 يساوي 44 نروح للسؤال الثاني وهي أسئلة ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ السؤال الأول بيقول لك تعد الخريطة مثالا على المقياس الرسم طبعا يا شباب احنا اتفعلنا أن المقياس الرسم ده اتعمل عشان بيسهل لنا بعض الحاجات من ضمنها رسم الخرايط السؤال الرقم 2 تكون الكمياتان متناسبتان إذا كان لهم معدل ثابت أو نسبة ثابتة طبعا يا شباب احنا قولنا أن احنا ما ينفعش نقول على كميتين أنهم متناسبتين إلا إذا كان لهم معدل ثابت أو نسبتهم في أبسط صورة متساوي السؤال اللي بعده التناسب هو حالة تتساوي فيها نسبتان أو معدلان على الأقل تقريبا نفس السؤال اللي فوقها يا شباب برضو التناسب هو حالة تساوي بالنسبتين أو معدلين السؤال رقم 4 يعد اللتر الوحدة الأساسية للكتلة في النظام المتري طبعا عندنا مشكلة كبيرة في الكلمة دي اللتر طبعا الوحدة الأساسية للسعة اللي هي السوايل يا شباب مش للكتلة وبالتالي العبارة دي عبارة خاطئ السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا بيقولك كل نسبة هي معدل والسؤال اللي تحته بيقولك كل معدل هو نسبة طبعا الجملة الليقول يا شباب كل نسبة هي معدل دي طبعا عملية خاطئة لأن يا شباب النسبة هي تساوي بين كميتين لكن المعدل ده بيحتاج يكون مقامه واحد فمش كل نسبة عندنا هي معدل للوحدة لكن كل معدل هو نسبة دي عبارة صحيحة 100% لأن المعدل مثلا لما أقول 7 على 1 9 على 1 12.5 على 1 دي كلها معدلات وأيضا تعتبر نسب الصعر رقم 7 بيقولك علبة زيد بقيمة 25 ريال ونسبة الزيادة 20% يكون السعر الجديد 20 ريال طبعا هنا من غير ما تحل أصلا إذا كان تمانها الأصلي 25 وعليها زيادة كمان 20% فأكيد السعر الجديد المفروض أنه هو هيزيد عن 25 وبالتالي العبارة دي عبارة خاطر السؤال اللي بعده قياسات الرسم أو النموذج تتناسب مع القياسات الحقيقية طبعا يا شباب علشان كده احنا بنتكلم على مكياس الرسم لازم بفي تناسب بين القياسات الأصلية والقياسات في الرسم الصعر رقم 9 بيقولك 1 يرضى بيساوي 91 من 100 متر طبعا يا شباب ده الجدول اللي احنا كنا مضطرين للأسف نقولك حاوله تحفظوه اللي يرضى طبعا هي 91 من 100 متر دي عبارة صحيح السؤال اللي بعده بقولك تقدير 57% من 32 يساوي 15 هنا انت مضطر تحسبها 57% أقرب لأنها تكون 60% يعني ممكن إن شاء الله نحط 60 على 100 ضرب 32 ممكن نحزف اللي اتنين دي ونخليها 30 على واحد طبعا كده هتبصت لقى الأصفار بتاعتك راحت و3 ضرب 6 يساوي 18 طبعا نجيبها لك هنا 15 وبالتالي العبارة دي خاطئ السؤال رقم 11 بيقولك النسب المتكفأة هي النسب التي تعبر عن العلاقة بين الكميتين نفسها يهمة ويقول لها القيمة نفسها طبعا يا شباب احنا بنقول متكفأة متكفأة يعني تقريبا متساوية وبالتالي لازم طبعا يقول لها نفس القيمة السؤال اللي بعده بيقولك في التمثيل بالأعمدة نقارن البيانات باستعمال أعمدة طبعا أنا شباب الكلام واضح جدا تمثيل بأعمدة يبقى بالفعل احنا بنقارن البيانات باستعمال أعمدة ودي طبعا عبارة صحيح السؤال اللي بعده بيقولك يبين التمثيل متوسط أعداد السيارات التي باعها معرض شهريا أفضل قيمة يمكن التنبؤ بها لعدد سيارات هندا التي تباع في سنة كاملة هي ترى 100 سيارة ولا لا تعالى مع بعض كده نشوف سيارات الهندا خلي بالك وقال لك التمثيل ده المعرض باعه في شهر نشوف نوع الهندا ده يا شباب باع كم واحدة في الشهر باع عشر سيارات السنة احنا عارفين ان هي 12 شهر فلو بيبيع عشرة في الشهر يبع عشرة ضرب 12 يعني المفروض ان هو هيبيع 120 سيارة تقريبا لكن هنا بيقولك 100 يبعى طبعا التنبؤ ده تنبؤ خاطئ السؤال اللي بعده بيقولك من التمثيل المجاور عدد الاشخاص الذين بدأوا وظائفهم في عمر من عشرة الى 14 سنة هم ستة اشخاص نبص مع بعض كده يا شباب من عشرة الى 14 سنة ماوصلش ستة هم تقريبا خمس اشخاص فقط وبالتالي العبارة دي ايضا عبارة خاطئ السؤال اللي بعده يا شباب هي الاسئلة المقالية السؤال اول بيقولك احسب مدى الدراجات 65 56 57 76 64 نفتكر مع بعض كده يا شباب المدى ازاي بنحسبه تمام المدى هو اكبر قيمة ناقص اقل قيمة اكبر قيمة عندك في البيانات هي العدد 76 واقل قيمة عندك في البيانات هي العدد 56 يبقى ازاي المدى 76 ناقص 56 يساوي 20 السؤال رقم اتنين بيقولك اشترى رجل لعبة اطفال بمبلغ 75 ريال وكان الخصم 25% اوجد الثمن الاصلي للعبة طبعا يا شباب انت هنا محتاج الثمن الاصلي للعبة يعني عايز تعرف اللعبة كانت بكام ولما حصل عليها 25% اتبعت ب75 ريال ده معناها شباب ان ال75 ريال دول كيمتهم 75% من ثمن الاصلي للعبة طب انت اساس جبت ال75% منين مكملة ال25 يا شباب يعني انت اتخصم لك 25 يبقى اكيد دفعت 75 وبالتاني طبعا لو العدد ده بيساوي نسبته المقاوية يبقى العدد الاصلي كان 100 ريال لان المية يا شباب تقابل ايضا 100% اذا التمن الاصلي للعبة كان 100 ريال السؤال اللي بعده احسب معدل الوحدة ل60 ريال في 5 كتب طبعا يا شباب احنا متفقين ان معدل الوحدة لازم المقام يكون واحد وبالتالي هتاخد 60 على 5 وتحاول بأي شكل تخلي المقام واحد فهتبصت لها المسألة دي بمنتهى السهولة تقسم هنا على 5 وهنا على 5 60 تقسيم 5 يساوي 12 و5 تقسيم 5 يساوي 1 يبقى معدل الوحدة هنا هيكون 12 ريال لكل كتاب السؤال اللي بعده نفس الفكرة يا شباب احسب معدل الوحدة في 60 كم لخمسة لتر نفس الكلام هنقول برضو 60 على 5 ونفس الاجابة بالضبط تقسيم 5 هنا وهنا يبقى هيكون 12 كم لكل لتر السؤال اللي بعده بقولك قطع عدنان 60 متر وهي تمثل ثلثي الطريق الى منزل شقيقه ما المسافة المتبقية ليصل الى منزل شقيقه ناخد بالنا يا شباب وبقولك الستين متر تساوي ثلثي الطريق ثلثي الطريق دي يعني 2 على 3 من الطريق وبالتالي يا شباب اللي 2 على 3 دي يعني كل تلت من الطريق هيكون بسوى 30 متر ما هو 2 على 3 يا شباب يعني تلتين اذا كل تلت عندنا بتلتين متر الواحد الصحيح فيه 3 أتلات شباب اللي هي تلت زائت تلت زائت تلت يديك واحد صحيح انت خدت دلوقتي تلتين بستين يبقى بقى كم ويوصل يبقى بقى تلت التلت يا شباب بكام التلت بتلتين متر يبقى اذا هو متبقله ليصل لمنزل شقيقه تلتين متر لكن السؤال اللي بعده بيقولك قطع عدنان 60 متر وهي تمثل برضو ثلثي الطريق ما المسافة الكلية يبقى المسافة كلها كام احنا متفقين يا شباب في نفس المسألة اللي فوق ان احنا حسبنا ان التلت يا أستاذ بيسوي تلتين متر وقلنا الواحد الصحيح اللي هي المسافة الكلية فيها 3 أتلات معنى ذلك ان المسافة الكلية تلت زائت تلت زائت تلت يعني تلتين زائت تلتين زائت تلتين يعني تسعين متر السؤال اللي بعده هي اسئلة اكمل الفقرات التالية باجابة صحيحة السؤال الاول بيقولك في التمثيل بالاعمدة تقارن البيانات باستعمال ايه طبعا احنا سائلين باستعمال الاعمدة واصلا اسمه التمثيل بالاعمدة يبقى اكيد بنستخدم استعمال الاعمدة لتمثيل البيانات السؤال اللي بعده بيقولك ايه هو اللي هي مقارنة بالنسبتين باستعمال القسمة طبعا يا شباب قلنا كلمة باستعمال القسمة ومقارنة بالنسبتين يبقى ديه على طول النسبة السؤال اللي بعده بيقولك للبيانات 35-41-17-22-25-33-17 يكون المنوال هو ايه طبعا يا شباب المنوال هو القيمة الاكثر تقرارا يعني العدد المقرر عندك في البيانات فلو بصيت للبيانات دي هتلاقي العدد الاكثر تقرارا هنا هو العدد 17 السؤال اللي بعده بيقولك سيارة بقيمة 50 الف ريال وخصمة 12% يكون السعر الجديد هو كم يطر خلي بالنا يا شباب اتخصم من تمن السيارة 12% فاحنا عايزين نعرف مقدار الخصم كام وبعدين نجيب التمن بعد الخصم يبقى كل اللي انت هتعمله هتجيب الاول مقدار الخصم اللي هو 12 على 100 ضرب ال 50 الف اللي هو التمن الاصلي شيل الصفرين دول مع دول واضرب بقى 500 ضرب 12 الصفرين ينزله وخمسة في 12 بستين يعني السيارة دي تخصم من تمنها 6 تلاف ريال اذا التمن بعد الخصم يا شباب هيكون تمن السيارة الاصلي اللي هو 50 الف ناقص 6 تلاف ريال يعني التمن بعد الخصم هيكون 44 الف ريال يبقى اذا الاجيب 44 الف السؤال اللي بعده بيقولك العدد نقط اذا ضرب في نفسه كان الناتج 225 يعني بيقولك ايه هو العدد اللي لو ضربته في نفسه يديه لك 225 طبعا لو انت جربت يا شباب او حاولت تفكر فيها بسرعة عندك 10 ضرب 10 بيسوي 100 يبقى انت محتاج تزود شوية روح بقى 11 ضرب 11 12 ضرب 12 لحد لما توصل ان 15 ضرب 15 يسوي 225 السؤال رقم 6 بيقولك اتدخر رجل مبلغ 40 الف ريال كم مقدار الزكاة المستحقة عليه طبعا الشباب كلنا عارفين ان في الدين الاسلامي نسبة الزكاة سابتة هي 2.5% يقول اللي احنا هنعمله هنعمله 2.5% على 100 ضرب المبلغ اللي مع الشخص ده اللي هو 40 الف ريال شيل بقى الصفرين دول مع دول وفي صفر كمان يا شباب هيتحزف عشان انه يروح مع العلامة العشرية اصبحت مسألتنا 25 ضرب 40 وعلى مهلك خلص وانت بتضرب الصفر ينزل واضرب 4 ضرب 25 صفره معايا 2 2 ضرب 4 تمانية زي 2 عشرة يبقى الشخص اللي معاه في بيته و40 ألف ريال الزكاة المستحقة عليه هي ألف ريال اصر رقم سابعة بيقولك من التمثيل المجاور عدد الاشخاص في الفئة من 15 إلى 19 روح معايا كده للفئة من 15 إلى 19 أهي يا شباب عدد الاشخاص هنا واضح جدا طبعا أنه هما 12 شخص السؤال اللي بعده المبالغ التي يوفرها محمد بالريال هي الأعداد اللي قدامك دي أوجد المنوال لسه يا شباب حلين مسألة زيها وقلنا أن المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا وبالتالي أكتر عدد مقرر هنا هو العدد 17 فالمنوال يكون 17 السؤال رقم 9 بيقولك 150% على صورة كسر اعتيادي طبعا يا شباب عشان تحط نسبة مقاوية في صورة كسر اعتيادي بلازم تعمل تقسيم مية وبالتالي هيكون عندك 150 على مية شيل الصفر الجميل مع الصفر اللذيذ ده وبعدين ممكن تقسيم بقى على 5 هنا وهنا 15 قسمة 5 يسوي 3 و10 قسمة 5 يسوي 2 أعاوز تكتبها بصورة عدد كسري يعني 1 ونص تمام أعاوز تسيبها زي ما هي كده 3 على 2 زي ما تحب السؤال اللي بعده بيقولك 50% على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة طبعا يا شباب هلسة متكلمين عن نسب السبتة اللي منهم 50% قلتلك بتتكرر كتير في الامتحانات اعرف دايما أن 50% ديتو سهوي نص السؤال الرابع بيقولك أكمل الفقرات التالية بإحدى الإجابات الصحيحة من الإجابات المعطاة الإجابات عندك فوق في الجدول يا شباب وبيقولك أول سؤال عامل المقياس لواحد سنتي لكل 2 متر يسوي كم واللينا عارفين يا أبطال إن الـ 2 متر دول المتر الواحد في 100 سنتي فإحنا لازم نخلي وحدة عامل المقياس سبتة فهنحول الـ 2 متر دول لسنتي وبالتالي إذا كان المتر الواحد في 100 سنتي يبقى الـ 2 متر يا شباب هيكونوا 200 سنتي السؤال اللي بعده عامل المقياس لواحد سنتي لكل 4 متر بنفس الطريقة بالضبط يا شباب هنضرب 4-400 يبقى إذن 1 إلى 400 السؤال اللي بعده إذا كان ثمن عشر متر من القماش 120 ريال فكم يكون ثمن 15 متر كل اللي انت ملاحظوا هنا إن العشر متر دول قيمتهم 120 ريال رأيك نشيل الصفر ده مع الصفر ده عشان نجيب سعر المتر الواحد يبقى كده المتر الواحد يا شباب بيساوي 12 ريال لما انت تكون عايز 15 متر يبقى هتضرب 15 ضرب 12 15 ضرب 12 كام 180 ريال السؤال اللي بعده نفس الطريقة بالضبط يا شباب إذا كان ثمن عشر متر من القماش بيساوي 120 ريال بنفس الكلام بالضبط هشيل الصفر مع صفر يبقى المتر القماش الواحد بـ 12 ريال وبالتالي لو انت عايز 8 متر هتول 8 ضرب 12 يعني 96 ريال السؤال اللي بعده العدد التالي في النمط 1 أصبح 11 أصبح 31 71 وهكذا فبمنتهى السؤال الشباب الواحد بقى 11 يعني زاد 10 وال11 31 يعني زادت 20 الواحد وتلاتين واحد وسبعين يعني زادت 40 فالو انت ملاحظ النمط عندك بيزيد بمقدار الضعف يعني اذا العدد القادم هيكون 71 هزود عليها ضعف الاربعين يعني هزود عليها 80 وبالتالي 1 زادت 0 واحد و7 زادت 8 15 يعني الإجابة 151 النمط اللي بعده نفس الفكرة يا شباب 8 بقى 18 برضو زادت 10 وال18 38 38 زادت 20 وال38 78 زادت 40 يبقى اذا العدد القادم هيكون 78 هزود عليها ضعف الاربعين أيضا يعني 80 8 زادت 0 8 و7 زادت 8 15 يعني 158 نشوف السؤال الرقم 7 بيقولك 3 قدم يسوي كم بوصة يا طرد طبعا يا شباب اعرف كويس ان الواحد قدم بيسوي 12 بوصة وبالتالي 3 اقدام يعني 3 ضرب 12 يعني يسوي 36 بوصة السؤال اللي بعده 3 رطل يسوي كم ققية برضو يا شباب احفظ ان الواحد رطل يسوي 16 ققية فلو كان طالب منك 3 رطل يبقى تقول 3 ضرب 16 يعني 48 ققية السؤال اللي بعد بيقولك اذا كانت النسبتان متكافئتان فان وافق 6 اطباء من 10 على اقتراح كم سيوافق من 18 طبيب نفس الجملة يا شباب اللي حلناها في السؤال اللي فات الستة صارت 18 يعني كل اللي حصل لها انها انضربت في 3 وبالتالي هتاخد العشرة هي كمان تضربها في 3 فعشرة ضرب 3 يسوي 30 اخر سؤال في المراجعة معانا 300% من العدد 15 طبعا يا شباب النسبة الماوية خلاص عرفنا ان هي تقسيم 100 يعني 300 على 100 ضرب 15 على 1 صفرين دول مع دول مع السلامة و3 ضرب 15 يسوي 45 وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا ونهاية فيديو النهاردة ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة